ترجمة نانسي قنقر داعيا إلى الحوار السلمي لنزع فتيل الأزمة الرهنة والعمل على استعادة الاستقرار إلى دولة السودان كما ناقشت الجلسة العامة مشروع قانون استرشادي بشأن حماية الخصوصية ومكافحة الابتزاز الألكتروني ومشروع خارط الطريق لمواجهة عمل الأطفال إضافة إلى عدد من الموضوعات التي تتعلق بحالة حقوق الإنسان في العالم العربي عن عام 2022 ميلادية ومذكرة خاصة بشأن إعداد رؤية عربية موحدة لرعاية اللاجئين العرب والعمل على إعادة توطينهم في أوطانهم الأصلية